مجلس النواب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكراته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017 حيث يتضمن التعديل استبدال نص البندباء من المادة 105 بنص جديد كالآتي ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام وقرر المجلس النيابي بإجماع الأصوات الموافقة على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكراته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته نحن دائما في مجلس النواب نكون داعمين للمؤسسات العسكرية في البحرين خصوصا وأن الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر على المنطقة هي ظروف استثنائية وأيضا البحرين ليست بعيدة عن هذه الظروف تم عرض المشروع التعديل في هذه الجلسة الخاصة وحسب نص اللائحة أن نحن نحيل هذا التعديل إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة التشريعية واليوم صوت المجلس بالأقلبية طبعا على هذا المشروع تم اتحالة لجنة التشريعية اللجنة التشريعية لديها 15 يوم لنظر فيه ومن ثم حالته للمجل في التصويت عليه هذا الاجتماع هو اجتماع تنسيقي واللي معرفة فحوى هذا التعديل من قبل معالي المشير وأعتقد أنه بكرة بنعرف أكثر وأكثر فحوى هذا التعديل ولكن نحن نعلم بأن هذا التعديل وجد حفاظا على أمن واستقرار المملكة الوحرية